تتواصل مرحلة الصمت الدعائي التي انتلقت منتصف الليل ويتوقف بموجبه المرشحون في الانتخابات الرئاسية وحملاتهم الرسمية عن أعمال الدعاية والترويج واستعراض البرامج الانتخابية واستهدف الصمت الدعائي تحت الفرصة أمام النخب لكي يقوم بدراسة البرامج الانتخابية للمرشحين واتخاذ قراره باختيار مرشحه في الانتخابات في رؤية ودونما تأثير دعائي على إرادته وتنطلق عملية التصويت في الداخل الأحدى المقبل وتستمر على مدى ثلاثة أيام